أن يتفقهن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن وله إلى يوم الدين مشاهدي قناة القرآن الكريم سلام الله عليكم جميعا وأهلا وسهلا بكم إلى رحاب حلقة جديدة بإذن الله من حلقة برنامجكم الأسبوعي أن يتفقهن على خامسة التلفزيون الجزائري الأسرة هي حاضنة أمانة القيم إلى جانب مؤسسات أخرى فاعلة في المجتمع لأن الأسرة مهمتها تنشئة الأجيال ولكم أن تتصوروا مآلات انحراف الأسرة وتأثيراتها على الفرض وعلى المجتمع في غياب المنهج الرباني الذي رسمته الشريعة الإسلامية في تربية النشأ ومن أكبر تحديات الأسرة اليوم العنف بكل أشكاله هذا النمط السلوكي الغريب تماما على أمة الإسلام طبعا كالعادة نزولا عند رغباتكم وإجابة على أسئلتكم وانشغالاتكم التي تريد برنامج أن يتفقهن اخترنا اليوم كعنوان لهذه الحلقة العنف الأسري وتأثيره على الأسرة والمجتمع طبعا النقاش سيثرى بإذن الله تعالى في حضور جلستي البرنامج على يميني كالعادة البروفيسور عقيلة حسين المتخصص في الفقه وأصوله السلام عليكم عليكم السحمة الله وبركاته أهلا وسعي نختي نصيرة أهلا بك أهلا بك وعلى يساري أيضا كالعادة الدكتورة ملكة بالعليا المتخصصة كذلك في الفقه وأصوله مرحبا بك دكتورة نصيرال والسد عقيلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أذكر بعنوان هذه الحلقة من أن يتفقن العنف الأسري وتأثيراته على الأسرة والمجتمع وكالعادة سنخوض في هذا الموضوع كتمهيد لهذه الحلقة ابتداء من محاربة الشريعة الإسلامية للعنف بكل أشكاله هذا العنف الذي توغل بدراجات متفاوتة لكن خطيرة داخل هذه النواة الأساسية للمجتمع هذا الانحراف وهذا العنف الذي بدأ يلقي بظلاله على المجتمع ككل وعلى البناء المجتمعي وعلى منظومة القيم ككل والبداية مع البروفيسور عقلة حسين البروفيسور ما هي أشكال العنف وكيف حاربه الإسلام وما هي التحديات التي يتخذها العنف داخل هذه النواة الأساسية التي هي الأسرة وتأثيراتها أيضا على ما يحيط بها وهو المجتمع بكل أطيافها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سننا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين بالدولة حيكي أختينا سيرا فيكي دكتورة أمريكا حيي مشاهدين الأفاضل وبرك الله فيكي في الحقيقة إشكال دقيق جدا أن نتحدث عن الأسرة كما قدمتي وهي النواة الأولى الأصل فيها أن يجتمع اثناني على عاطفة وعلى حب وعلى علاقة طيبة وتتعرف الأسرتين ويتم الزواج ويأتي الأطفال وكم هي غريزة الأبوين غريزة الحب والحماية لهؤلاء الأطفال وكلها هي مراحل تقتضي وضع الكثير من الاعتبار للتعامل في الإسلام بالتالي حينما تلتقي أو تتم هذه العلاقة الزوجية ثم ينتج عنها أطفال وتكبر الأسرة وتتكون هذه الأسرة الأصل المودة والرحمة ربي سبحانه جعل بين الزوجين المودة والرحمة في الآية الكريمة جعل الله سبحانه وتعالى هذه العاطفة وهذه العلاقة الطيبة جعل من الأبناء الطاعة للأباء والشفقة على الأباء جعل من الأباء الرحمة بالصغير ومن الصغير لتوقير الكبير هذا القيم والمبادئ ثم يدخل علينا هكذا عنصر غريب جدا صعب جدا إشكال محوري دقيق عنف هذا كلمة خطيرة جدا في المنظور اللغوي وفي المنظور الشرعي الديني القانوني الاجتماعي النفسي للأسف الشديد فما معنى العنف داخل الأسرة وهل يمكن أن نتحدث كفرضية عن وجود العنف داخل الأسرة سؤال كبير ربما مشاهدين الأفاضل يفكروا معنا أو يساعدوننا في هل يمكن فعلا أن نتحدث عن وجود عنف حينما نشخص هذا العنف ونفهمه 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 في منظوره ومقاربته الفقهية والتاريخية والعقادية والرغوية ولكنه موجود على الأقل على حد مفهومنا للعنف لنطرح ثم نبرهن في النهاية لنصل إلى اتفاق أو نخرج باتفاق ما هي النسبة أولا العنف العنف ضد الرفق عنف يكون استعمال القوة في غير محلها فاستعمال القوة في غير محلها يعكسه أن الشخص العنيف هو ضد الشخص الذي فيه رفق لين سهل يسر متسامح متواضع عكسه تماما الشخص الذي فيه عنف وغلظة وبالتالي في المبدأ الأصلي أنت قلت القيم في المبدأ الأصلي لديننا المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده قوله كل شخص يلتقي في الإسلام قوله أي إنسان يلتقي بأخيه الإنسان يحييه السلام عليكم هذا كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبارة عن عقد الأمان تحية الأمان تحية السلام يعني ليس من جهة اتجاهك إلا السلم لأن السلم عكسه العنف فليس من جهة اتجاهك إلا الأخوة إلا المحبة فالإسلام من السلم والسلام هذا اسم ديننا الحنف بقيمه الكبيرة فقط مصطلح الإسلام الإيمان الإيمان هو مصطلح تصديق هو مصطلح الأمان فمشتق من الأمان فغير ممكن أنه في المفاهيم اللغوية اللسانية في لغة الإسلام في مصطلحاته أن الإيمان هو الأمن ومن أمينه الناس على دينهم وعلى مالهم لسا عنيفا لا يلحق بهم ضررا فالعنف إلحاق الضرر إلحاق الشتيمة إلحاق السوء بالآخرين ثم هذا العنف يأخذ أشكالا متعددة في سياغها أولا عندنا أنواع العنف عندنا العنف البدني عندنا العنف القولي عندنا العنف الجنسي عندنا العنف العاطفي عندنا العنف الأدبي فالعنف الاجتماعي العنف الأوساري العنف الجماعي العنف الفردي فحينما صنفه علماء في تفاصيل الجزئيات نجد بأن العنف أخذ أشكالا متعددة داخل هذه المسائل وبالتالي قد يقول لنا شخص أن أنا في أسرتي ليس لدي عنف بداني مثلا لا يوجد في الأسرة عنف بداني ولكن لنبحث عن أنواع أخرى من العنف لنرى تجسدها في الواقع قال العلماء حرمان أبنائك وزوجتك من العاطفة عنف عاطفي حرمان الزوجة أبنائها وزوجها من العاطفة عنف عاطفي مثل ما قال العلماء كلمة سيئة داخل الأسرة من أحد الأطراف من الإبن إلى أبيه أو من الأب إلى ابنه أو من البنت إلى أبيها وأمها يعتبر عنف قولي فدرجات العنف بين الخطورة والمهم كلها تجتمع في داخل مربع اسمه عنف بأي أشكال وبأي واقع كان قد يكون هناك عنف ضامر في معاملة من المعاملات يأتي شخصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويرى أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ابن علي ابن ابنته يقول له عندي عشرة من الأطفال ما قبلت أحدهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ربي كان روايتين رواية يقول له من لا يرحم لا يرحم وبالتالي العنف أكسه يعني مضادته مباشرة الرحمة فوجود الرحمة هي انتفاء العنف قال له إذا نزع الله في رواية أخرى إذا نزع الله من قلبك الرحمة ماذا أفعل لك أنا وبالتالي القسوة هي نوع من أنواع العنف قسوة القلوب قسوة التصرفات نوع من أنواع العنف لما النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته قال الله عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فض من حولك فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته الاجتماع الأسارية أولا قبل أبناء وعامل بناته وزوجاته تلك الرحمة اللي في بيته لم يكن عنيفا لم يضرب لم يقل كلمة سيئة لا لخادمه ولا ده القدوة ده تأصل لمسألة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم داخل أسرته في انتفاء هذا النوع من التصرفات الغير طبيعية ثم يخرج إلى الواقع فيدعو أمته باللين فوجود ليونة في الخطاب وجود عمل جيد وجود تصرف طبيعي من إنسان عادي فيه خير يعتبر ليس فيه لا فضاضة ولا غلظة لماذا؟ لأن الناس تكره الغلظة تكره الفضاضة وتكره العنفة وتكره السوء وتكره أن يقع عليها الأذى ثم هذا باختصار شديد لما نتحدث عن بعض الآيات والأحاديث موجود بكثرة لكن أنا حنرجع إلى واحدة المسألة المهمة أختي نصيرا الفقهاء الفقهاء لعل من يشاهدون له معلومات فقهاء أنا ما سموش العنف بمصطلح هذا المصطلح لم يستعمله في أحكام الفقه وإنما استعملوا مصطلح الإكراه نعم كين الإكراه الملجئ والإكراه الغير ملجئ والإكراه الأدابي ما معنى يكرهه؟ بمعنى يعنفه ويضطره ويشدد عليه إلى أن يصل أن ذلك الإنسان ليستطيع أن يرد فعلا وتحدثوا عن مسائل كثيرة في مسألة الإكراه وكان عرب الجاهلية يكرهون فتياتهم على البغاء وربع الزوجة قال لا تكرههن على البغاء في صورة النور في مسألة الفتيات لو تهن إماء في بيوتهم فكنا يكرهن بمعنى يلجئوهن فالإكراه الضغط الشديد الإكراه يعتبر نوع من أنواع العنف العلماء قالوا إكره أدابي بالقول وقالوا إكره بالبدل يعني يكريه فيعذبه ويضربه ويلجئه حتى وصل في بعض الأحكام الفقهية أن بعض الناس وحدثت في مع التاتار ومع الحروب الصليبية وفي سقوط الأندلس أن الناس المسلمين كانوا يكرهون على السجود للصنم فيضطرونهم إلى أن يقولوا كلمة الكفر فهذا أصعب أنواع العنف كما كان في بداية الدعوة نعم في بداية الدعوة كذلك وهذا أصعب أنواع العنف والإكره أن يكره الإنسان إلى أن يصل إلى أن يترك دينه والعلماء لهم فتاوة ولهم إحكام كثيرة في هذه المسائل لو رجعنا إلى العنف كالتصرف من داخل الأسرة سنصل إلى مسألة دقيقة دوافعه أسبابه نتائجه إلى أين يصل وأنا أختصر لك لأننا سنفصل أكثر فيما يترك المالكة سنصل إلى حالة دقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يدخل الجنة كله هيين ليين سهل قال له أنت رجل فيك خصلتان نبس نقال لأحد صحابه فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله ماذا يحب الله ورسوله الحلم والأنات الصبر ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نعم فالذي يملك نفسه ساعة الغضب وإذن العنف له أسبابه له دوافعه له مخلفاته النفسية وغيرها إلا أننا حينما نريد أن نصل إلى أن نربط الإسلام والإيمان والأسرة المسلمة والرحمة والمودة نجد بأن العنف لا يحبه الله لا يحبه النبي سلامه وأن الذي يدخل الجنة هو حسن الأخلاق وليس سيئ الأخلاق وأن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إذن الخيرية داخل الأهل هي ليس العنف وإنما هي تلك المسؤولية تلك الأخوة تلك الرابطة الطيبة تلك الرحمة تلك العلاقات الطيبة فإذن لو وصفنا انتفاء العنف مئة بالمئة داخل الأسرة من منظور الشرعي من حيث التعليم من حيث الأحكام من حيث الآيات لقد نجزم بأن الإسلام رفض ونفى وحرم لأن أحكام صعبة جدا هذه التصرفات المشينة داخل الأسرة وهذا الكسر الخواطر وهذا الأذى للأبناء وهذا الأذى للزوجة وهذا الأذى للزوج من كلا الزوجين وبالتالي نجد بأن الخصومة ستكون أصعب بكثير يوم القيامة حينما يتحلل الإنسان من أخيه الإنسان وبعد الحسنات رجع لحسناتي وهك سيئتي وهذا هو الذي يمكننا أن نفكر فيه ماليا مع مشاهدين الأفاضل حينما نريد أن نتصرف تصرفا ليس بدرجة العنف وإنما بدرجة أقل بكثير من العنف من مراحل التأديب لأن التأديب غير ما حاله عنف وأن تحدثوا عن التأديب وأن تحدثوا عن العنف في مراحل النصيحة كيف ننصح في مراحل المشكل العائلي كيف نتصرف وبالتالي الأمر جلل جدا حينما نتحدثوا على العنف فلتنتفي مصطلح العنف من قموسنا اللغوي ومن تصرفاتنا ومن لساننا ومن أذاننا ومن بيوتنا لأن السلمة والأمنة هو أصل ديننا الحنيف ومقصده الكبير برك الله وفيك على كل ما أذيت به وهذا التأصيل لموضوعنا اليوم والذي أذكر بها العنف الأسري وتأثيراته على المجتمع هذا العنف الذي أكدت بروفيسور عقيرا من خلال هذا التمهيد أن الإسلام أو قيم الإسلام ينتفى فيها هذه الخصلة التي خصلة العنف والتي أصبحت تتغلغل في كل زوايا أسرنا هذا واقع لا يمكن أن نبتعد عنه لذا علينا أن نوجه أن ننصح من خلال هذا البرنامج أن يتفقها حتى نصوب ما يمكن تصويبه ونصحح ربما ما يمكن تصحيحه في تنشئتنا وتربيتنا لأبنائنا لأن كلنا معنيون بهذا الأمر وهذه الكارثة التي أصبحت تنخر الأسرة والمجتمع ككل إذن تحدثت بروفيسور عقيلة على العنف بكل أشكاله وقالت صفة منتفية تماما عندما نضعها مع الصفات التي يدعو إليها الشرع الحكيم ولعل أبرزها الإيمان والليون أيضا حتى الله سبحانه وتعالى يقول يحب كل هين لي سهل وحتى لما نخاطب الناس نخاطبهم بالحسنة وبلويون ولا يمكن أن نكرههم في أي أمر وهو ما أشرت لي عندما أصلت أيضا إلى الموضوع تحدثت عن تصنيف العلماء لموضوع العنف وهو في النهاية إكره إذن أكيد أن هذا الأمر العنف محرم في شريعتنا الإسلامية وهو ما يكرس المقاصد من وراء ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكرا الصلاة والسلام على النبي المصطفى في البداية اللهم اجعل بيوتنا بيوت باركة ورحمة آمين اللهم اجعل بيوتنا بيوت مغفرة آمين واجعلها بيوت إطمئنان وراحة وسكينة آمين واجعلها بيوت تقوى وهداية لأننا في النهاية كلنا نخطئ بارك الله فيك نعم لأنه نصير الرفق من التقوى والتعنيف من الظلم وهو من الفجور والله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله ألا لعنة الله على الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كما قال اتقوا الظلم فإن ظلم ظلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة في الشاهد أن مما سبق في هذه النصوص أن الشريعة نهت عن التعنيف لأنه وجه من أوجه الظلم والدليل أن الرفق ضد التعنيف والرفق هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح التي تحافظ على سيرورة الأمن في البيوت المسلمة والعنف والتعنيف والظلم هو ضد الرفقي وبالتالي هو يفسد المصالح عاجلا وأجلا الآن لما نتكلم على التعنيف الأخت نصيرة والمقاصد التي رمى إليها الدين الشريعة الإسلامية هي مقاصد عظيمة أولها حفظ النفس لأن النفس كما تفضلت الأستاذة باركلاو فيها على التفصيل في المقدمة الإنسان قد يعنف قولا وقد يعنفه فعلا والإنسان هو مجموعة مشاعر الإنسان عندما يتعرض إلى هذا التعنيف فكرمته تهدر بالكلمتي بالفعلي بالنظاري كما قلت باركلاو فيك بضمني المضمر قد يكون فيه تعنيف مضمر الشاهد أن حتى القانون الجزائري الوضعي المدى 299 من قانون العقوبات في قانون العقوبات المؤرخ في ديسمبر 2006 يعاقب على السب الموجه إلى الأفراد وإلى الفرد أو الأفراد والعقوبة تكون إما بغرامة مالية من 10 ألف دينار جزائري إلى 25 ألف دينار جزائري وإما بالحبس من شهر إلى ثلاثة شهر لك أن تتصوري حجم هذه المعضلة التي أصبحت متداولة والناس يستهينون بها وشاهد أن الإنسان ربي سبحانه يحفظه كرامته في الدنيا والقانون الوضعي يحفظه كرامته في الدنيا والآخرة وبالتالي نجد أن مسألة الشتم ومسألة التعنيف القولي هذا لناس كثير يقول لك كأنه شيء بسيط ولكنه شيء عظيم الأصل في الإنسان أنه يكون محترم جملة وتفصيلة الشريعة الإسلامية جاءت وحثت على الرفق والدليل في حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه وفي رواية يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وبالتالي شأن الرفق أخت نصيرة يحقق مقاصد عظيمة أولها حفظ النفس ثانية حفظ السكينة في البيوت لك أن تتصور بيت ما فيهش عنف والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا أراد الله ببيت خيرا أدخل عليهم الرفق البيت الذي فيه رفق غابت عنه المصائب وقالت سيد عائشة لبي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه إذن نرى أن مسألة التعنيف في الأسرة تغيب مصالح كثيرة ومسألة الرفق تحقق مصالح كثيرة فأولها حفظ النفس ثانية السكينة الطمأنينة سيرورة الحياة الزوجية لأنه من ثمار التعنيف في الأسر مسائل الخلع والطلاق مسائل تمرد الأولاد أيضا الرصوب والتسربات المدرسية لا طفل يؤلم يقدر شيء لأنه التعنيف حرمه الله بالنصر القرآني وإن الله لا يحب المعتدين والتعنيف فيه اعتداء إن لم يكن فعلا فهو لفظا وبالتالي نحن الآن أختنا صيرة من خلال هذا المجلس المبارك التعنيف تكلم عليه كثير من علامة في علم النفس وعلم الاجتماع الكثير من التخصصات والفقهاء الجهابذة ولكن نحن اليوم في هذا المجلس نريد أن نتحصل على بعض المفاتيح لنحل هذه العقد وهذه المشاكل ونفتح بها الأبواب إن شاء الله أبواب الخير على إخواننا على أخواتنا يعني الأسئلة كثيرة والأسف الشديدية محزنة مشاكل كبيرة ترتبت على التعنيف الذي يكون بقصد أو بغير قصد جهلا أو مرضا وبالتالي نحن نصبه إن شاء الله من خلال الإجابة على هذه الأسئلة إلى حل زاوية مظلمة وإشراقها إن شاء الله والذهاب إلى الحلول التطبيقية حتى نتخلص من العنف في المجتمع خاصة للأخت نصيرة الإسلام يؤكد على أمور ويؤكد عليها أكثر وأكثر في الأسرة يعني الشريعة جاءت وحثت على الرفق عامة وفي الأسرة أكثر وأكثر بصفة خاصة الشريعة جاءت ونهت على التعنيف والظلم عموما وفي الأسرة أكثر وأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا أبحانه عليه الصلاة والسلام وشكرا بوصول أيضا لك دكتورة على هذا التقديم للموضوع وأتجرأ لأسترف مما قلت هذه الجملة الرفق قضاء للمصالح والعنف تغيب للمصالح وحتى نقضي مصالحنا ومشاهدين الكرام نرجو أن تكون الأذان صاغية للاستماعي للإجابة على كل أسئلتهم حتى نعمل بها في ظل المنهج الرباني الحنيف نبدأ بإذن الله والبداية من سؤال الأخت أم سمير التي تريد معرفة الفرق بين العنف والعدوان نبدأ معك نعم سؤال وجيه صحيح في الحقيقة هناك فرق بين العنف والعدوان وهناك فرق بين العنف كرد فعل والعنف كفعل أصلي وهناك الجهر بسوء إلا من ظلم وبالتالي المسألة متعلقة بكثير من الأمور إلا أن العدوان هو عنف مبرمج متعمد بمعنى مقصود فيه سابق نية فيه سابق تدبير فيه سابق إحاطة وعلم وهذا أقصى أنواع الظلم بمعنى هذا الظلم الذي أخذوه لأن حينما النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتدى عليه قبائل القريش وهذا أقصى أنواع الظلم حينما شخص آمن في بيته وفي بلده ثم يعتدى عليه فهذا أقصى أنواع الظلم وبالتالي قد يكون العنف نوع من أنواع العدوان ولكن هذا العدوان على أي أساس ماذا يتصرف هذا العدو أكيد هذا العدو سوف يكون عنيفا في أفعاله وفي أقواله يعني يمكن للعنف أن يكون وسيلة لتدسيد العدوان صحيح لأن العنف هو تلك الأقوال وتلك الأفعال التي يقوم بها هذا العدو هذا الذي يريد أن يعتدي على أخيه أو على بلدتين أو على دولتين وبالتالي كلاهما ظلم ومناطب العليا في الظلم والظلم وظلمات ومالقياما كما مهدت مالكا في من قبل إضافة أستاذة باركلاو عادة العنف أخت نصيرا هو في الحقيقة كلاهما نتاج الغذب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السحابي وقال له أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تغضب ثم كررها عدة مرات لأنه نتاج الغذب هو العنف وهو العدوان لكن العلماء في هذا الباب قالوا أن العنف كما تفضلت الأستاذة هو بسابق نية وبنية غير حسنة ولكن العدوان في غالب الأحيان يكون نتيجة حالة صحية مرضية عقلية العدوان أم العنف العدوان 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 إنسان عدواني أربع ما يعنف ولكنه عدواني يعني طبيعته نتيجة هذه الحالة الصحية أما العنف الذي يعنف فهو فاقد للرفق وكلوهما فاقد للرفق في الحقيقة ولكن ضبطوا هذه المسألة حصروها قالوا أنه قد يكون العدوان نتيجة حالة مرضية عقلية وهذا ما يكون غالبا سلما أنا فهمت العدوان بمعنى بمعنى الاعتداء على شخص آخر وليس عدواني بمعنى حالة نفسية حالة نفسية أو عنده ذلك الشعور سلما أنت كيف فهم سلما أنت كي قصدك حالة نفسية أنا فهم زاوية أخرى جاية جاية وفي كلاهما خير لمشاهدين وكل صحيح جميل برك الله فيك أنا حديثة الزواج تقول الأخت سامية من غالما وأود معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى العنف داخل الأسرة حتى أتجنبها سؤال لك نعم بسم الله أقوله بالله توفيق بحقيقة يعني لو نذهب إلى الأعداد السابقة الأخت نصيرة التي أخذنا فيها أحكام النكاح لقبل مسألة الزواج وهي هذا الميثاق الغليل لقبل البنات محتاجات إلى بعض النصائح وبعض التأهيل وبعض التوجيهات تربوية الأخلاقية النفسية في مسألة الزواج لأنه في الأخير الزواج ليس هو يعني نزهة ولا صفر ولا ولكنه بمسؤولية بمكان وهو من المسؤولية وبالتالي المرأة لما تتزوج على عاتقها الكثير من الواجبات ولها الحقوق والزوج أيضا له واجبات له حقوق وعليه واجبات وبالتالي لما إن شاء الله تتكون هذه الأسرة المرأة والرجل ينبغي أن يكون قبليا يعني على علم كل منهما يعلموا بطبيعة الأخر أو بعقليته أو بتوجهه أو بما يرضيه وما يغضبه وإحنا دايما نأكد أن نقطة المرأة في بيتها هي الأمان وهي السكينة وهي المطيعة وهذا لا يعني أن الزوج يكون متعصب أو معنف ولكن نقول دور الزوج كشهم كرجل فارس كمنفق كما فضله الله تبارك وتعالى صاحب قواما المرأة في بيتها تراعي الكثير من الحذر وتتحسب بجدية فائقة ما يغضب الزوج وهذه رح نتوسع الأختنا صيرا بعدين في ثنايا هذه الجلسة إن شاء الله عندما نجيب على باقي الإسئلة نجد أن الأسئلة تصب في مسألة الكفاءة أو في مسألة العادة والتقاليد وبالتالي الأخترة هي تسأل كيف أتجنب العنف ونقولها ضعي زوجك ملح عليك بطاعة الزوج كما أمرك الله تبارك وتعالى لأنه إذا كان الزوج سوي وعلى استقامة وإنسان صالح مستحيل أنه يعنفها بغير سبب تتجنب العنف تتجنب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى أيضا معرفة غضرية بأمور دينها في مسألة العلاقة بما تحمله العلاقة الزوجية من أبعاد بارك الله فيك يعني هذا هو الأصل كما قال أحد الشيوخ قال إذا أردت أن تعيش سعيدا فاعرف الله تعرف على الله معرفة الله ابتداء لما الأخت تجي رايحة تبني دارها على بركة الله أي نعم تشتري وتقتني وتجهز وتعمل ولكن ماذا عن الذهن ماذا عن بريق الذهن بريق الفراش بريق اللباس بريق الحلويات كل شيء فخامة ولكن ماذا عن فخامة الذهن أخت نصيرة الذهنيات لا بد أن نصحيح الذهنيات والمرأة الصالحة هي الأصل في سكينة البيت تعاون زوجها لماذا؟ لأن الزوج شاء من شاء وأبا من أبا يخرج إلى المجتمع يجاهد كي الناس أخت نصيرة كي رجال أعانهم الله يغيبون عن بيوتهم وهم يعني في معترك في هذه الدنيا وعلى جل لقمة العيش لما يعود إلى بيته لا يجد السكينة لا يجد الطمأنينة لا يجد الابتسامة وبالتالي المرأة ابتداء عليها أن تتجنب مواطن اندلاع هذا التعنيف ولكن بالموازات أيضا نقدم رسالة إذا إلى هذا الزوج الصالح هذا الزوج ما شاء الله هذا الشاب المقبل على الحياة ونقول له ورفق لأنه قد يكون التعنيف من الزوجة أيضا التعنيف قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة الزوجة إذا أثيرت في بعض المواطن التي ربما تمس كرمتها تمس سعاداتها تمس أهلها قد تعنف وقد تذهب إلى العدوانية وإلى الاعتداء وبالتالي المسألة متداخلة والواجب المسؤولية مشتركة أيضا المسؤولية مشتركة والواجب مشترك ولا بد أن يتحقق الدين إذا تجنبنا ما يغضب الله في بيوتنا وإحنا الأختنا سيرى فقط للإشارة ديننا دين الحذارة كل الحذارة في ديننا ديننا دين الابتسامة ديننا دين العطور ديننا دين النظافة ديننا دين الكلمة الطيبة جعل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الإيمان بضع وستون شعبة أقص أعلاها لها إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان ما لدى الأخت نصير إذا حققت المرأة الحياء ديننا دين الحياء ديننا دين الجمال المرأة إذا تزينت زوجها عندها أجر إذا تعطرت عندها أجر أرأيتي أمور جمالية وبالتالي حتى نصحح هذه الرؤية الضبابية على الدين ديننا دين الحضارة دين المتعة دين العطر دين الجمال وبالتالي نحقق الجمال في بيوتنا نحقق الأخلاق في بيوتنا إن شاء الله يتحقق الرفق وتذهب عنا المصاعب ويذهب عنا التعنيف بحول الله بارك الله فيك شكرا سؤال مليح لأبنتنا نعم بارك الله فيها بارك الله فيك ماليك أنا أردت أن أخرج منها هكذا جواب على أمور الأخرى قد تطرح في مسألة العنف داخل الأسرة والتي تكون أسبابها خارجة عن طريقة المعاملة وإنما عن علاقة في بعض يعني نقول وهكذا لا حياء في الدين هناك بعض العلاقات الحميمية أو قد تؤدي بزوجة إلى النفور أولا أنا حبي تنظيف حاجة جميعا تفض بإضافة ثم نعود لله نعود لله هذه المسألة الموضوع الأول في مسألة البنت والمرأة أنا فكرتيني كنت تتحدثي فكرتيني نوصي بناتنا المرأة العربية كانت توصي بناتها ويش كانت تقولها؟ كانت تقولها تفقدي موضع نومه وطعامه تقولها تفقدي موطن طعامه ونومه يعني الرجل إذا دخل إلى البيت ولم يجد ما يأكله أكيد سيصبح عنه يتعصب نعم ما يشطبخ في البيت ما يشطبخه ما يشطبخه ما يشطبخه ما يشطبخه طبيعة الإنسان يعني دي بالفطرة هذه ماشي الإسلام ماشي تربية دينية وتربية دي أمرأة عربية في الجاهلية عربية وحتى في طراثنا موجودة في طراثنا صح ونومه الرجل إذا أراد أن ينام قلت كلا مليح مليك قبل أن نضيف عليه يتعبان ويشتغل ويتعب بعيد قريب ممكن عمله الشاق ممكن واقف ممكن بذهنه ببدنه ثم يأتي إلى البيت ويجد البيت مقيوم لهدوء في نومه ولا راحتي أكيد سيصبح عنه سيغضب وبالتالي نقول بنتنا حينما نؤسس أسرة هذا الزوج معاملته بفهم فطرته الطبيعية والسليمة حينما ما يلقاش ملابسه مكوية ومغسولة إلى آخر أكيد سيغضب بنتائه نجد بأن المسألة يخصه وطعامه وأكله وشربه ونومه هذا من جهة من جهة ثانية مسألة كما كانت قل مقبلة مالكة مسألة الاستجابة والطعام في التحصين الزواج تحصين هذه الزوجة ربي سبحانه كتب لك أن تأخذي أجر حينما تحصنين زوجك حينما يخرجوا إلى الفتنة والشارع وغيره ونفس الشيء بالنسبة للزوج يحصن زوجته على اعتبار أن العلاقة الزوجية الحميمية هي الحقوق الأولى بين الزوجين هذه الأكل والشرب هي كلها تدخل في حقوق الواجبات وبالتالي حينما نجد الاستجابة والطاعة الفطرية الطبيعية بين الزوجين في العلاقة الزوجية يصبح الأمر متعلق بطاعة الله متعلق بالتحصين متعلق باتقاء الفتنة متعلق بحياة زوجية متعلق بعلاقة زوجية طبيعية إنسانية فهذه كلها لها وجه كبير في القضاء على العنف يعني أن يراعي الزوجين تقوى الله ونعمة بالله تقوى الله سبحانه وتعالى الصحابي للزوج صحابية وفي ليلزافة فوق قالها تعال انتفق مثق تعال انتفق إذا غضبت غضبتي أرضيتك وإذا غضبت أنا أرضيني وإلا أن نفتارق ما نقدرش نكمل وبالتالي العنف حينما نوصي إحنا بنتنا ولا أبنا أنا الزوجة غاضبة أنت زي تغضب ورح تلحقه ورح تلحقه الزوجة غضبة هي تقابلوا بغضاء ورح تلحقه وبالتالي كما يقالوا عجيزنا قدموا الدار كما يطير وبالتالي لنصل إلى مرحلة أنه دكس قف يمكن يطير ولا يقولوها ناس الزمان لما دالي أنه لما هدك الزوج ما لقاش حاجته هذا التعنط هدك التعنط أسكت كملي أمور كين أمر آخر إذا أسكت أنت إذا زوجاتك غضبت ولا تقلقت هدي هدي الأمور وبالتالي الأسرة في العنف الأوساري لما نشخصوه في علاقة هكذا غضب طبيعي باش مقولوش ما غضبوش خلاص تفضلي مريكا لا لا كملي تفضلي أستاذا ما فيش كرامة بالزوجين ما فيش كرامة بالزوجين فيه تسامح وصبر وعفو نحن صح صح فعلا وبالتالي حينما تقولو نشدو في هاد الأمور البسيطة هاي الحياة طويلة ولا زعفتو اليوم ما كملتوش وغضوة ما كملتوش وزيادة على داريكا ما يعجبونا في الحياة الأوسارية هو هذا الإثار والتسامح والتنازل وإلا لا تنسر خلو الزوجي تنازل اليوم غضوة وغضوة تنازل هي اليوم شوية تغضوة شوية هي لكي لا نصل إلى ذلك الغضب المغلق اللي قالت ما لك قبل في المقاصد في مسألة العنف أنه تفترق الأسرة ولأن هذا العنف إذا انطلق من غضباتين اليوم وغضباتين بعد غدين والآخر لم يسامح والآخر لم يستجب وبدأت يتراكم 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 وبراكين براكين للأسف حتى إلى ارتكاب جرائم ارتكاب جرائم بعد براكين نفسية براكين لفظية ونحن للحق هو يقول وهي يتقول هو يهدر يتهدر ولا ولكن الوحد فيهما يدش ويخبي يجمع يجمع تلك الطاقة السلبية والكلمات النبي ونحن يتذكرها مع نفسه ولا تذكرها مع نفسها يطلع ويحبط لا نريد أسرا بهذا المفهوم الذي والله نستحق أن نعبر عن كلمات نابية هكذا أو عبارات قد تؤدي إلى القطار للأسرة الزوجية وخاصة شباب خاصة شباب في بداية حياتهم الزوجية دلوا متاق بيناتكم كما قلت نعجبتني كي قلت تعلموا أحكام شريعة وتعلموا واحد صورة يسموها الحدار تحدر ندروا بالأقل لا ندروا بالدباس لا نعفونا حدروا نعفونا حدروا خلاص ندروا بالأقل هيا طابلاء ورقاء بستينوز وتشكرسان تقابلو لن نذهب لن نذهب أو لإي مكان في مطعام أو في الأسرة أو في البيت ونكتبه هيا قولي وش زعفك أنتا وش زعفك أنتا حبّى أنا أستاذا فترة بارك الله فيك هي فترة أساسية وكلنا أخذينها في حلقتين متتاليتين في موسم الماضي أمر أكثر مسألة الأدب مسألة الأدب الأدب من شوفي من حسن خلق المسلم أن يكون مؤدب امرأة أو رجل المرأة لازم تحترم زوجها في البيت وصدقيني مع قبل كل شيء وتأدم مع الله بارك الله فيك لأنه لازم من الإبتلاءات المعاصرة أن الرجولة أصبحت تتلاشى أصبح فيها النساء يحبوا التفرعون يحبوا الاسترجال إلى غير ذلك المرأة تحقق الرجولة تعزوجها في بيته تخفض له الجناح الذل كما قال الله على الوالدين نعم المرأة مع زوجها تتكلم بصوت خافت تحس بأن زوجها هو إنسان مبجل هو تاج على رأسها وعلى رأس أولادها هذا هو الأصل في شريعتنا أختنا الصيرا فقد سمرأة أولوثة توليت توليت وعنف ولا رجل فقدروا تجلتحي ولا تانية تانية أخذوا الأخونا بارك الله فيك نعم نعم يعني هي مسألة أخلاقية تربوية نفسية موهمة نعم فقهية يعني على كل الأبعاد الحية عن الفترة كما ذكر في حلقتين صلى الله عليه وسلم آمين إن شاء الله يا رب شكرا لكم هذه المرة السؤال من شاب الأخ نبيل يقول تربيت في أسرة لا توجد فيها أدنى معاني الرحمة والمودة ما أثر على شخصيتي وجعلني قاس جدا وكثيرا ما حاولت أن أكون عطوفا لكن دون جدوى مع العلم يضيف أنني لا أستحسن تصرفاتي لأنه يعلم أنه على خطأ ويطلب المساعدة على تجاوز هذا الوضع وإصلاح نفسه ماذا تقول له جيد جيد مليح في الحقيقة تحصل كثيرا ومنه نوجه لسالة إلى الأمهات الحنان تجاه الأبناء هو وقاية مع الرضاعة مع التربية مع هذا الحنان حسب الدراسات حينما الشاب لا يأخذ قسطا من الحنان في أسرته من أبويه وأمه ينشأ عنده نزوع العدوانية لا ننتظر منه أن يكون سليما وينتقي من المجتمع وهذا هو الإشكال ينتقي من نفسه ومن المجتمع لأن فاقد الشيء لا يعطي وبالتالي ولا يشفق على الآخر حينما يضرب وأحتيص إلى قتله في الحقيقة لماذا؟ لأنه لا يفهم معنى أسراء معنى أخ معنى أخت معنى حنان معنى عاطفة ودراسات كينا في مسألة فقدان الحنان حينما يصبح نزوع الشباب إلى خطورة على المجتمع بعنف معين وكينا أبحث كثيرا ودراسات تأشكال العنف في هذا الأمر مختلفة ومتنوعة برك الله فيك لكن الشيء الجميل حينما يعي الإنسان أن السبب في نزوعه إلى العنف هو مشكلة تربوي أو مشكلة تنشئة أسرية في الصغر فهذا برك الله في أنه وعى الصورة التي هو عليها في هذا الأمر غلماء ماذا يقولون في هذه المسألة هم أرادوا أن ينشئوه قاسي القلب لماذا؟ لأن العنف من القسوة من قسوة القلب ولكن نحن في ديننا كل أحكام الشريعة تعلمون ليونة القلب تعلمون الرحمة حينما نصلي ونصلي جماعة فنحن نحقق الرحمة تجاه الناس الذين نصلي معهم حينما نتوضى ننزل الغضب حينما ننزل طاقة سلبية من أجسادنا حينما نمزح على رأسي يتيم ينزرع الله في قلوبنا الرحمة قال لك واحد كنت أعيش قصوة شديدة وبسبب التربية من قصص أهل العلم ثم قال لك لما كبرت وجدت نفسي كنت أعيش في بلدة ثقافتهم العنف الشدة يعني في قرية من أعراب ضغطوا علي كثيرا وبالتالي حينما كبرت كبرت قاسيا وعندي أمراض قال لك ذهبت إلى عالم في التسكية قال لي ربي يتيما قال لي دخل بيتك يتيم فأدخل إلى بيته يتيما فقال لك سبحان الله بهذا اليتيم الذي أدخلته إلى بيتي وربيته ذهبت أمراضي وذهبت قسوة قلبي المؤمن ما عنده قسوة قلب هذه تربية خاطئة ولكن مدام استوعبت كل هذه الأمور نرجو أن تسامح والديك على ما فات إن توفي أو إن منزال على قيد الحياة وبالتالي صعب أن إنسان ما يسامحش والديه بهذا الخطأ الكبير ونقول الوالدين ها هي النتيجة لأب ابني يقول أنني نشأت هكذا وأقول له يا ابني المسألة مستدركة مستدركة بصدقة بالدعاء كثرة الدعاء الله سبحانه وتعالى والله مرحمنا وجعلنا نرحم من هم أضعفوا منا فالدعاء كثرة الدعاء كثرة الصلاة المعاملة المعاملة مأيتام الرحماء يرحمهم الرحمن وبالتالي نجد بأنك سوف تبرمج نفسك على تربية دينية وتسكية نفسية وادخل في علم تهذيب الروح سوف تخرج من هذه الحالة بسرعة كبيرة جدا واشفق على والديك مهما كان الحالة التي أنت عليها على كل أكيد أن هناك تلك البضرة الطيبة التي تقود بإذن الله إلى إصلاح نفسها واضح واضح إن شاء الله أخت حميدة قلقة كثيرا من وضع زوجها الذي يسب الدين ويتلفظ دائما بكلمات تخدش الحياء تقول حتى كريهت العيش معه وتضيف في كل مرة أهدده بالطلاق فيتوقف لفترة معينة لكن سرعان ما يعود إلى عادته ويغضب فماذا أعمل معه يعني يبدو أن الأمر يتكرر كثيرا كلما كان تهدي السؤال هذا جزع لنا الأخت نصير ولكن أعتقد كما قال العلماء ما فيش كبيرة يعني أكبر مراتب الظلم وأكبر مراتب الذنوب هي سب الله وسب الدين وقال العلماء أنه خروج عن الدين لأنه رأيتي هذا فيه اعتداء على العبد واعتداء على الله هذه تعتبر كبيرة من الكبائر ولكالثة وليس سؤال فقط في هذا المجال عدة أسئلة وصلتنا في خصوص سب الدين متداول أصبح الإنسان عندما يغضب يسوب الدين وهي ليست من شريعتنا في الشيء وهي داخيلة على أخلاقنا لأنها فيها اعتداء على العبد وفيها اعتداء على المعبود وفيها كأنها ترجمة لمشاعر هذا الإنسان تجاه الله كيف يسوب الله إن كان الأخت نصير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الرضا الرضا هو كل العبادة إذا كان الله سبحانه وتعالى حين يقدر لك شيء معين في حياتك عدم الرضا يعتبر سوء أدب مع الله عدم الرضا فقط غير راضي على حالتي وإن تعد نعمة الله لا تحسر فما بالك بهذا الذي يتجرأ ويسب الله تبارك وتعالى ويسب الخالق الرازق القوي المتين الذي أنعم عليه بهذا اللسان الذي يفترض أن يقرأ به القرآن ويذكر الله به كثيرا ويذكر الله أكبر وبالتالي العلماء جرموا وكفروا من يسب الدين ويسب الله تبارك وتعالى واعتبروه خروج من الملة وعليه أن يتوب توبة النصح الأخت قلوا لها إصباري على زوجك دعي له في كل صالات عليك بالدعاء ولكن لا بد أن تستحذر أحد كبار العائلة الذي له سلطان على هذا الزوج يحدثه في الرخاء الأخت نصح نأكد على النقطة مسألة أن نأتك كل في الرخاء بدون شدة بالعقل في أريحية من أمره في لحظة صفا تعمله تخذ حديث نبوي ولا أي قرآنية ويقوموا قاعدين في جلسة صفا يعني جلسة ما شاء الله مع العائلة مع ولداتها سنية شاي قاعدين ثم ترسل هذه الرسالة بطريقة ضمنية غير مباشرة قال ثم إذا رأت منه الإصرار على ذلك فعليها أن تلجأ إلى إمام قريب يستفتيها في الأمر لأن الأمر جلل نصير تعيش مع إنسان يسب الدين يسب الله ليلة نهارا ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين غير أن المجتمع عندما تداولت فيه هذه العادة وعندما تكررت هذه العادة أصبحت مألوفة وهي يعني منبوذة وهو الظلم بأم عينه ظلم في حق الله تبقى الله عليه بالتوبة وعليها أن تبدأ بالخطوة الأولى في إصلاح هذا الزوج عن طريق شخص عن طريق كبير العائلة عن طريق الموعد لا بد لا تسكت على هذا الأمر ماذا عن تهديدها لها بالطلاق لها الحق أن تهديده لماذا؟ لأنه في شريعتنا أختنا صارة كأن بعض القواعد التي جاءت لتحل بعض الأمور المحظورة كطلب الزوجة لزوجها بالطلاق بغير حق وبغير سبب الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجمع رائحة الجنة ولكن السبب موجود ماذا يبارك تهده تذهب إلى بيت أهلها بعض الأيام تخليه ما يأكلش أيام وما يشربش أيام يحس أنه تجرأ على الله هذا أمر خطير جدا وهو كما قال العلماء وهو من الكفر وهو من الظلم وهو من الجرأة على الله تبارك وتعالى نسأل الله العافية وعليه أن يتوب إن شاء الله بارك الله فيك دكتورة ماليكا وهذا أخطر ما في العنف أخطر ما في العنف والأختنا صرى الشيء الغريب أنه في بعض التصرفات ونقصت كثير على كل حال الحمد لله الحمد لله يعني نذكر أنه كانت حملات لا تسبوا الدين لا تسبوا الله في الناس في المساجد الأئمة يعني كانت حملات كثيرة في المجتمع أنه كما قلت الناس اعتادتها حتى لم تعد تفهم بأن هذا هذا كبير من الكبائر بالنسبة لتلقى لسانه عادي يقولها ولا يعني معناها ولا يعني معناها وموالفها بابه يقولها وصغير يقولها ويكبر يقولها والمشكلة أخت مالكة في بعض الأحياء في الشجار بين الزوجين يبدأ بيسب الله عز وجل وهذا من الكبائر والخطر وبعد يروح لكلمات نابية وكلمات خطيرة وبعد ذلك هذا هي نوع الرجول لا يا أخي لا لا يا ابني هذا من العنف الأسري الخطر يقول لك ما سبيتها شيئا وش دارت ماله سببت الله سبحانه وتعالى قلت كلمات خاطئة ارتكبت جرائم وأثامن وكبائر وانا نروح تسلل وعاو تسلل وعاو تطلب سماح وعليه نقول بأن السيدات الأخوتنا الكريمات كذلك إذا رأيت من زوجك حينما يغضب يخرج من طبيعته فيقول هذا النوع من الكلام ويهذي ويصل إلى ارتكاب الكبائر نرجو منك أن تصبيري أكثر وتجل منك أن تصبيري وتجنبه تجنبه تجنبه لماذا؟ لأنه قد تصبح هذه رسالة هو في يده يقدمها ما تشاء أو شماعة يرفع لها أموره ولكن أختي الكريمة تجنب الأذية حتى لا يشتم ولا يصب الله سبحانه وتعالى سبباً يدفعوا في أن يصل إلى هذه المقالة نعم أحياناً الأسف شديد في بعض الزوجات يعني ثم تأتي لتقول لو ضربني كان ذلك أرحم أحياناً الكلمات التي تلفظوا بها أكثر يساء ربما يذهب إلى الطلاق ربما يذهب إلى شتم الأهل وكلها في الحقيقة وأعلاها أعلاها أعلاها ظلماً وجوراً وكفراً وبعد ذلك هؤلاء لبناء يحفظونا فأنت قدمت سيئة جارية لأطفالك تأخذ إثمها مدام طفلك يتحدث بها ويرفع صوته بها للأسف شديد وللأسف شديد وقت برنامجنا استنفذناه كله الله يبقى سنعود أكيد إلى الموضوع لإتمامي الإجابة على الانشغالات والأسئلة والاستفسارات التي وصلت البرنامج وإن شاء الله فقط الحلقة القادمة تكفي لنخوض في الموضوع من كل زواياه وجوانبه شكراً لكم جلسة البرنامج على كل ما قدمتماه في هذه الحلقة شكراً لمن تبع هذه الحلقة من يتفقان وأذكر خصصناها وسنخصصها في العدد القادم إلى موضوع العنف الأساري وأثاره على الأسرة والمجتمع شكراً للفريق العام المعنى هذا المساء والمخرجة ناديا قادا التي اشتقنا إليها في هذا البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر